مرحبا تحياتي لكم ألام منطقة الأصعوس آخر منطقة في العمود الفقري في فقرات العمود الفقري فيها حركات مفصلية بسيطة والأسباب اللي بتأدي لعملية الألام الحادية اللي موجودة في هذه المنطقة الحساسة بتكون ناتجة بالأساس من كاعدك طويلة زيادة في الوزن الكرش المشاكل الكولون العصبي والغازات في الجهاز الهضمي حوادث سيارة هشاشة عظام متقدمة كل تأكل للشحوم والذهون الجيدة هذه كلها أسباب ممكن تأدي لها حدوث الألام هذه اللي هي ألام موضعية فقط مفصلية موضعية يعني بيكون الكتر تاعها 2 سنطة في 2 سنطة وهذه الألام ما بتبعها أي شيء تاني عصبي لأنه ما فيه عصاب هون يعني ما بيصير في عنا امتداد للألام على الرجلين ما في عنا تنميل وخضران وعراض عصبية أو مشاكل في السيطرة على عضلات القابضة للتبول وللبراز في هاي الحالة احنا بنعمل كل الفحوصات طبعا بالروح وفيش عراض عصاب تخطيط عصاب كويس فحص إنه فيه انزلاقات امراي ما فيه كل شيء تمام دكتور العصاب بكلنا ما فيه اي مشاكل عصبية دكتور العظام ما بيشوف اي تغيرات على السور ربما يشوف تغيرات بسيطة كهشاشة في هذه العظام السفلية اللي هي منطقة الأصعوص في هاي الحالة احنا تحت خيار ممكن الدوائي كورتزون ابر الكورتزون حتعطي نتيجة عالة سريعة في تخفيف هذا الألام لمدة أسبوع لمدة أسبوع الألم اللي موجود في هاي المنطقة بيكون فقط عند عملية الجلوس أثناء المشي ما فيه ألم أثناء النوم ما فيه ألم فقط عندما أجلس بيصير الألم موجود وبيزيد وبتزيد حدته بيكون ألم مزاج هذه مواصفات هذا الألم طيب إذا الكورتزون ما بدنا نوخذ وما نوخذ لأنه حيزيد الهشاشة في منطقة الوصعوس حيزيد تحلل الأربطة والأخشي المفصلية في هذا المفصل الحساس اللي هو حامل على عادكم كل حمل الذراعين من يعني الجسم من الأسفل للأعلى وهذا مركز ارتكاز رئيسي طيب في هاي الحالي إذن العلاج الرئيسي اللي حيكون أول شي الراحة الراحة إنما أوضع ضغط أثناء الجلوس اللي ححاول أخفف من مدة الجلوس اللي بدي أجلسوا فيه ويكون الجلوس الصح الجلوس الصح في هاي الحالي إنه الكرسي لازم تكون أعلى من مفصل الركبة باتنين تلاتة أربعة سنتي كل ما كانت أعلى كل ما كان أفضل كل ما انتقل الضغط من على هذه المنطقة الحساسة للأفخاد ونحاول نقعد على شي مريح مش حقيدكم بأي شي معين أنتو شوفوش أي شغلة مريحة تقعدوا عليها على الكرسي مش شغلة خشبية بتكون شي هفات شي مريح ينقل الضغط من هاي المنطقة لمنطقة الأفخاد من الخلف من اليمين ومن الشمال وتحاولوا إذا مضطرين تقعدوا تبدلوا في كعداتكم توقفوا لو كل عشر دقائق ربع ساعة إنو نمر في مرحلة شوية راحة للمنطقة هاي من الكعاد ونحاول نعمل بعض التمارين تمارين لتحريك المنطقة فيش مشكلة من عملية التمارين الخشنة أو لأنه إحنا هون نتعامل مع شي مفصلة عضلة ما بنتعامل مع أعصاب أو إنزلاتات غضروفية أو ضغط عن نقاع الشوكي في هاي الحالة مسموح انكم اتحركوا حالكم وتعملوا كل التمارين مسموحة مسموحة في هاي الحالة اللي ترجعوا التوازن في العضلات الحوض والعضلات الملتصقة في هاي المنطقة الحساسة عضلات آآ مفصل الفخد وعضلات اللي مسؤولة عن تحريك مفصل الفخد كلها مرتبطة في هاي المنطقة العصعوس علا من ناحية التانية أنا حاخد ماجنيزيوم حاخد الفيتامين دي دي دال ثري آآ حاخد شو كمان والبوتاسيوم والماجنيزيوم فيتامين ديال ثري هادي ضرورية ولازم آخذ الأوميغا ثري هادي كمكملات وآخذ بعين الاعتبار الشوربات شوربات العظام شوربات اللحوم شوربات الأسماك أكثر من الأسماك من الكولاجين الطبيعي هات لأنه الموضوع بده هون كولاجين بده بناء أخشية وبناء العظام بشكل أفضل عشان نسرع من عملية البناء وتخفيف إذا كان فيه التهاب تخفيف حدته في هالحالة ما إلنا إلا يا إما تدهن بالزيوت المختلفة العطرية سواء زيت الزيتون زيت السمسم زيت الحب السودا أي زيوت المهم نطر ونرطب المنطقة هادي ونسرع من عملية الالتئام اللزكات العشبية الحارة كويسة كتير إننا نوضعها على المنطقة هادي مرة في اليوم هادي الأمور تعمل مع التمارين مع شوية حركة شوية مشة شوية تليين مياه فاترة أو كمادات مياه ساخنة كاعدة صاح ما نحن حالنا كتير ما نحاول ما نقعد كتير وإذا كاعدنا نقعد صاح بوضعيات صاح الحالة إحنا حنننتهي من الموضوع وغير هيك يعني كل الإجراءات الثانية اللي ممكن تعملوها سواء الدوائية أو الكورتزون أو أي شي اتأكدوا إنها علاجات مرحلية لمدة قصيرة بس بعد ما ينتهي شكرا لكم تحياتي الدكتور محمود السوس علاج طبيعي وتأهيل